نتحدث عن هذا الموضوع أكثر من الرياض مع الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش أهل حربي مساء الخير أهلا بك معنا إذن في واحدة من أكثر المراحل التي مر بها المجلس حرجا تعقد هذه النسخة الثامنة والثلاثين بداية متابعتك لليوم الأول ما في شك أنه في نقطتين مهمتين وأعتقد إيجابية لهذا اليوم وهو استمرارية انعقاد القمة في مواعيدها وهذا مهم جدا محاولة الحفاظ على مجلس التعاون هذه النقطتين الإيجابية النقطة الأخرى أعتقد أن التمثيل هو أخفض مستوى للتمثيل في القمم الخليجية المشهد يشبه مشهد القمة في تسعين في الدوحة هناك خلاف متعمق هناك أزمة بين الدول المقاطعة والدوحة ثلاث دول الخليجية السعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة الخلاف ليس خلاف سياسي هو خلاف على المشروع القطري الذي أضر الأمن القوم السعودي والأمن القوم الخليجي والأمن القوم العربي فالإيجابية الاستمرارية ولكن هي تؤكد أن عمق الأزمة بين الدول المقاطعة والدوحة طيب لنبدأ من هذه الألة لننطلق الآن من هذه الإيجابية إيجابية الاستمرارية طبعا وجود قطر ربما لم يتوقعه كثيرون عفوا ما الذي يحدث في هذا الشق بالتحديد خلف الكواليس ما الذي لا نعرفه فيما يتعلق بهذه النقطة تحديا خلاف القطر أنا أعتقد أن الدوحة الآن هي في مرحلة رغم محاولة الذهاب إلى مثلث الدوحة طهران أنقرة وفي مشروع الخط البري بين طهران وأنقرة والدوحة الدوحة الآن في مرحلة محاولة تجربة كل الحلول الممكنة مع كل المستويات مع القوى الإقليمية والقوى الدولية ولكن أنا أعتقد أن الدوحة في الأخير ستجد أن عمقها هو العمق الخليج والعمق العربي ستجد حل للاستجابة للمبادئ السدة والمتطلبات الثلاثة عشر التي وضعتها الدول المقاطعة فأكيد أن خلف الكواليس هناك حديث كيف تحل هذه الأزمة قطر لا تستطيع أن تغير الجغرافيا مهما حاولت لا تستطيع أن تذهب بعيدا في مثلث الدوحة طهران أنقرة لا بد أن تجد حل مع الدول المقاطعة ومع عمقها الخليج والعربي على وقع كل التحديات اليوم التي نتحدث عنها إن كان داخليا أو إقليميا ماذا نتوقع من هذه القمة وإلى أي درجة فعلا نتحدث عن تحديات حقيقية وكبيرة هذه المرة لا أعتقد أن نتوقع من القمة أن تطلع بنتائج كبيرة بدليل مستوى التمثيل اقتصارها على يوم واحد بدلا من يومين لكن أنا أعتقد أن مجرد الجلوس كل الدول في هذا الاجتماع هي خطوة إيجابية في رغبة بالحفاظ على مجلس التعاون بشكل كبير ولكن من حيث القمة لا أتوقع أي نتاج سيستمر الشيخ صباح الأحمد في مساعيه للتوسط في هذه العزمة مدعوما من الإدارة الأمريكية من ترامب أعتقد قبول الدول المقاطعة الثلاثة مع الدوحة الجلوس في الكويت هي خطوة إيجابية لكن لا تتوقع منها نتاج العزمة طويلة الأمد صحيح فرض نفسه ما حدث في اليمن اليومين الأخيرين على هذه القمة وبالتالي ستلقي بذلالها كل هذه التطورات على ما سينتج ميسون لنكن واضحين ما هو موقف الدوحة من الوضع اليمني ما هو موقف الدوحة من الحوثيين الدوحة كارة الوسيط في ستة حروب مع الحوثيين وعلي عبدالله الصالح وهي من جعلت الحوثيين قوة مؤثرة وقوة سياسية في اليمن ما هو موقف الدوحة الحقيقي في حل الوضع اليمني هل تريد كما طرح الشيخ صباح الحل السياسي وأن يكون حل متكامل في اليمن الخلاف في اليمن أو الخلاف مع طهران ليس خلاف سياسي هذا صراع وجود هذا هناك مشروع طهران يتغلغل وليس القضية خلاف سياسي ما هو موقف الدوحة من ما يحدث طبعا هو واضح موقف الدوحة بسبب وقوفها إلى إيران لنرى ما الذي ستقول إليها الأيام القادمة أنا أشكرك من الرياض الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي شكرا